تعد زيارة الدولوماسية للرئيس عبد المجيد تبون إلى دولة مصر الشقيقة فرصة سانحة لتعزيز التعاون خاصة في مجال الاستثمار والمشاريع المشتركة وعمق العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر جعلها تتسم بالرغبة في تمتين العلاقات من خلال توسيع التعاملات الاقتصادية بين البلدين معروف عن الجزائر أنها عندها اهتمام بصناعة الكيمويات والصناعات العضوية صناعة الحديد والصلب صناعة الزجاج ومصنوعاته صناعة المطاط ومصنوعاته وكل دي صناعات بتحتاجها من مصر بل أنها بتلجأ مصر إلى الاستراد من الجزائر هذه المصنوعات مصر دولة تعتبرها الجزائر أكبر شريك تجاري لها في المنطقة على غرار توزيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والتنقيب عن الغاز بالإضافة إلى الحديد والصلب وبدورها الشركات المصرية تساهم بفعالية في مشروعات البناء وتطوير البنية التحتية في الجزائر وكلما زادت تبادل التجاري ما بين الدولتين بقى فيه طبعا زيادة في حاصلات النقد الأجنبي مما يدعم استقرار العملة الوطنية للدولتين بإلى جانب تواجدها في تجمع البريكس يبقى يدوه القطر الإيجابي في زيادة هذه التبادلات العلاقة الثنائية بين الجزائر ومصر تميزت بالقوة فهي متجذرة في تاريخ النضال المشترك للبلدين دفاعا عن مقاومات الأومات العربية